نعزي أسرة أخونا الغالي مجدي عبد الغني والله يجمعهم إن شاء الله في الفردوس الأعلى ويرحمها رحمة العالمين يا رب العالمين الشباب اللي أعطيهم العافية بصراحة أيضا اللي حضروا هناك ووجبوا وكانوا وقفين مع أخوهم مجدي و لابد نذكر هذا الشيء و حلقتنا اليوم في عرض حي يعني صاح نفقد مجدي ولكن إن شاء الله بإذن الله بيشاركنا في الأيام القادمة ويكون يعني عودة للبرنامج وهذه الحياة يعني بصراحة ما بين يعني تعزيها وبين تهنئة وبين وفاة وبين مولود والحمد لله على كل حالة الشباب يترك لهم المايك في وداية البرنامج تفضل عبد الله على قولهم حلقتنا اليوم بين حزن وفرح أول شيء الله يرحم والدة أخونا مجدي عبد الغني ويسكنها في سيح جنات ويجازيها بالإحسان وبالسيئات عفوا وغفران و الله يصبر أخويا مجدي إن شاء الله بإذن الله و يتعدى رغم أنه فقد الأمة شيء عظيم يعني ما صعب أنه الواحد يتعدى فقد أمة لكن الله يرحمها و يحسن إليها أنا حقيقة وقت تلقي مجدي الخبر نحن كلنا كنا موجودين معه إن شاء الله أنه نحن نكون صبرناه يعني شوي يعني خرجناه من أكيد أكيد وقفتكم من الحالة اللي كان فيها لكن الحمد لله على كل حالة الله يرحمها و يحسن إليها و أنا قلت الحياة بين حزن و فرح الحزن اللي هو وفاة أم مجدي الله يرحمها و الفرح نبارك لأخونا ياسر بمولودته أشاء الله أن ينبتها نبات حسن إن شاء الله و يجعلها من البارين نحن بصراحة أكيد أنا ودي أسمع من الشباب كلهم بس يعني أكيد نغير حتى و مجدي لو يعني شاف الحلقة لاحقاً ولا شي نغير أجواءهم و أيضاً المشاهدين الكرام بشكل عام فإذا بي رسالة أو رسالتين من أحد يقول شيء فارش جميع الشباب زاكم الله خير على مواصلة مجدي يعني الله يكتب لكم الأجر و الشكراً لكل من سعى و تعنى لأعزم مجدي أسأل الله أن يغفر لها والدة مجدي و أن يرحمها و أن يسكنها فسيح جناته نحسبها والله حسيبه من أهل الصلاح من أهل الطاعة من أهل البر والله العظيم ما شاء الله تبارك الله أنا حضرت الدفن من أسرع الجنائز اللي شوفتها في حياتي فأسأل الله هذه بشرة و بشرة عاجلة للمؤمن بإذن الله تعالى أسأل الله أن يغفر لها و أن يرحمها و أن يغمد روحها الجنة و نعز مجدي و أهله و أخوانه جميعاً في وفاة والدته و إن شاء الله بإذن الله أن يصبر و يحتسب و يلتقون في الجنة بإذن الله تعالى بإذن الله أنا مزيد أخواني في عزاء مجدي الصديق العزيز و نسأل الله سبحانه و تعالى لتغمدها بواسع رحمته و أن يغفر لها و يرحمها و هذا درب ممشي صحيح و نحن مؤمنين و من أركان الإيمان رضا بالقضاء و القدر و الحمد لله على كل حال و نحسب مجدي إن شاء الله أنه من الصابرين المحتسبين في هذا الابتلاء الذي جاءهم و نقول إن شاء الله أنها منهل الجنة يا رب العالمين يا رب أنا رياضة أوجه رسالة للمجدي أول شيء يعلم الله أنه إحنا مفتقدينك مرة يعني مجدي تواجده هنا في الرياض يعني كل يوم مع بعض و الشيء هذا يعني حسينا فيه و أنا شعور مجدي أعرفه تماما فأنا أقول يا مجدي عيش حزناك و طلع اللي في قلبك كله و بإذن الله ما يكون هذا الشيء عائق لك في حياتك هي مرحلة تعيشها و تتخطاها بإذن الله و ترجع أقوى و تكون بار بر أقوى من ما كانت الوالدة على قيد الحياة صحيح و البر الحقيقي يعني يبدأ بعد الموت و هنيئا لمجدي هنيئا أنه ما شاء الله والدته توفت الله يرحمها و هي راضي عنه الحمد لله فهي ما شاء الله مجدي من أحب عيالها لها فهنيئا لك يا مجدي و إن شاء الله تجينا يا رب بقوة و تجينا بمعنوية عالية و أسأل الله أن يجمعنا يا رب بهم في جنات النعيم في حياء أبدية سرمدية ما فيها فراغ ولا فيها حزن يا رب أعلم يا رب ماذا تقول شيء أنا أقول إن شاء الله يحسن عزاء الجميع هذا عزاء لجمهور شبكة المجد أنا عرفت مجدي في فترة وجيزة فترة قليلة لكن رأيت انعكاس التربية على هذا الرجل والله العظيم قمة في الأخلاق تعرف أن وراء كل الرجل العظيم امرأة هذه أمة لربة على هذا الأخلاق و مثل ما قال أخونا فارس من البشائر الخير أن يسرع دفن الميت سرع دفن الميت هذه من بشائر الخير للميت هذه نحسبها والله حسبها أننا منها الإيمان و مثل ما قال الأخوان أسأل الله أن يجبر مصاب مجدي أخونا و نعزي أسرته كاملة و الحمد لله على كل حال و إنه هو أضحك وأبكى هذه سنة الحياة نعم أيضا حبيبنا ياسر شرفته شيء و زي ما ذكر مازن ما شاء الله تبارك الرحمن طيبته و أخلاقه و ابتسامته الدائمة و صبره على المشاكل اللي تصير و نحن خلطنا في وسط العمل دليل على تربية العائلة العالية جدا و هذا ما شاء الله تبارك الرحمن دليل على تربية والدته له فالله يحفظها يا رب أو الله يرحمها يا رب و يحفظه يا رب و إن شاء الله أنه يكون له الأخوة و إن شاء الله البر الكبير بعد وفاتها من خلال الدعاء و الصدقة و غيرها و يعني أكيد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أنه أمر المؤمن كله خير أنه أصابته سراءة شكر و أنه أصابته ضراءة صبر فنقول للمجدي أنه الله يلهمكم الصبر و السلوان و الفقد مهما كان مؤلم لكن نقول يمكن ما يواسي حزننا أنه لنا لقاء إن شاء الله في الآخر أعلى قوتهم سرمدي أبدي إن شاء الله اللهم أمين فالله يغفر لها و يرحمها و يتغمد روحها للجنة اللهم أمين يا رب العمين